تحبش الكرة العالية انت؟ نا نا صح؟ أولية أولية أه بس لو مثلاً كرة عالية كده تشتغل عليها طبعاً والالتحامات دايماً بتبقى القوة مهمة فيها مش بس الطول يعني بالزبط لكن انت الكرة على الأرض دايماً هي الميزة الأكبر بالنسبة لك عكيد طبعاً مش كده؟ أه صح تجربتك مع سموحة أرهاقتك نفسياً زي ما بتقول صح مشاركات قوليلا بالزبط كان بيقود الفريق فيها الكابتان أحمد سامي بالزبط ليه ما كنتش بتشارك بانتظام؟ والله كابتان دي هي اختيارة مدرب يعني كنت بلعب الأول بعدها ما جابه مصطفى فاتحي لازم يلعبوا كده فالموضوع جافي هنا فعادي يعني كانت يعني تعبت نفسياً ما ملعبتش كتير وعايز ألعب وعايز أظهر نفسي يعني الموسم اللي كنت في ودي دجلة كنت عايز أبني عليه فكان الموضوع العكس فقال الحمد لله يعني كل حاجة بتتعوض هي كل حاجة بتتعوض وذيك رجعت تتاحت تعوض بالزبط ولعبت بأهداف كتيرة بقى الحمد لله وانضميت بعدها إلى فريق M-P بزبط M-P انتقال نهائي انتقال نهائي كبير طيب إزاي جات المفوضات وإزاي اخترت M-P عشان تنضم لي بداية الموسم والله هو العرض الوحيد اللي جاء هو M-P يعني الموضوع كان اللي اتفوا اللي درتين مع بعض وكيلي هو قبلها أكلمني فهم اتفوا فأنا وفقت على طول يعني قلت M-P فريق كبير ودي حاجة كويسة لي عشان أبني عليها أي فالحمد لله يعني أنا مرتاح دلوقتي كويس وكان الكوتش أحمد كوشري هو اللي كان مصمم إن أنا أكل معه في النادي وانا بشكوره يعني اللي وديني الثقة بتاعوي علاقتك عاملة إيه مع الكابتن كوشري كلاعب ومدرب يعني الله علاقت كويسة جدا بكابتن يعني خليني مرتاح نفسيا ودي يعني دي أي لعب في كرة لازم يكون مدرب يحسسه اللي هو موجود خليه مرتاح نفسيا فبجد يعني أنا الحمد لله يعني أنا مرتاح نفسيا الحمد لله ربنا يزيد عليك النعمة نعمة الراحة الراحة دي مش سهلة أكيد لا أكيد